اشتركوا في القناة 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 نرجع الى هذا التكبير وفيه الخروج من كل تعسير وفيه ذلة كل جبار عنيد الله اكبر الله اكبر حققنا بحقائق التكبير لك يا كبير ولا كبير الا انت الكل في قبضتك فمن كبير غيره هو الكبير جل جلاله هو الكبير جل جلاله روى الامام مسلم في صحيحه وغيره قال اذا هل لا هلال ذي الحجة فمن رأى منكم الانعام فليكبه لا اذا هل لا هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي هذه رواية الامام مسلم واراد احدكم ان يضحيه فلا يمس شعرا ولا ظفرا هذا سنة للمضحي يتشبب الحجاج ما يقلمون شيء منه واذا نيته يضحي فالافضل من اول يوم في العشر لا يقلم شيء من اظهاره ولا يخرج شيء من شعوره حتى ياتي يوم الاضحى فيضحي ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليعم المغفرة جميع ما عنده فانه يغفر في اول قطرة تخرج من دم الاضحية قبل ان تقع القطرة على الارض يغفر لصاحبها قال للنبيل سيدتنا فاطمة قوم اشهدي اضحيتك فانها توبع في ميزانك يوم القيامة فتبع في سبعين ضعفا وان لك ان يغفر لك باول قطرة من دمها وانها تاتي بقرونها واضلاف وشعرها فتوضع في ميزانك سبعين ضعفا يقول له عنده سيدنا ابو الدردة وغير من اصحاب غيرها رسول الله اهذا خاص لآل محمد فانهم اهل لما خصوا به من خير ام عام لما قال لآل محمد وللأمة عامة عام لهم صلى الله عليه وعلى الاسحاب السلام